النهاردة هينطلق اخر اجتماع لبنك الاحتياط الفيدرالي الامريكي في 2023 والنظر في اسعار الفيدة على العملة الامريكية وحسم المستقبل الغامض فيما يتعلق بالسياسة اللي هتباعها الفيدرالي في 2024 وهنعرف خلال ساعات قليلة القرار المنتظر وصلت توقعات قوية ببقاء الفيدة دون تغيير عند اعلى مستواتها في اخر 20 سنة معظم التوقعات بتقول ان الاحتياط الفيدرالي هياخد استراحة لتقييم اثار قراراته السابقة برفع اسعار الفيدة مع العلم ان اصحاب القرار وصنع سياسة النقضية في الولايات المتحدة هيكون قدامهم بيانات جديدة على التضخم قبل انتهاء الاجتماع فيثرها الممكن الفيدرالي يكون زي ما كتير متوقع بتزبيد اسعار الفيدة ولا ممكن يعمل مفاجأة ويرفع اسعار الفيدة للمرة الاخيرة السنة وهي تأسير القرارين على الاسواد مفيش كلام حاليا داخل البنوك الامريكية ومؤسسات المال والاعمال غير عن مصير اسعار الفيدة خلالفترة اللي جاية وكل الناس سواء في امريكا او في باقي بلدان العالم منتظرة تشوف الفيدرالي الامريكي هيعمل ايه في اخر اجتماع ليه في 2023 وكمان ايه خططه للعام الجديد في 2024 المفروض خلال اقل من 24 ساعة نكون عرفنا قرار الفيدرالي المنتظر في وقت شهدت فيه توقعات المستثمرين بشأن مستقبل اسعار الفيدة الامريكية تغيرات ملحوظة بعدما اظهرت بيانات تم الافصح عنها مؤخرا تباطئ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في الوقت اللي كانت فيه الزيادة في الاجور السنوية هي الاقل خلال اخر سنتين وده بيبشر لانحصار ظروف سوء العمل ورغم ان تقرير وظائف جدد التوقعات بان بنك الاحتياط الفيدرالي انتهى من حملته لرفع اسعار الفيدة وان ده ادى لانخفاض الدولار لأدنى مستوى ليه من 6 اسابيع فجر بنك يو اس في الاستثماري وقال انه من المتوقع ان يخفض بنك الاحتياط الفيدرالي اسعار الفيدة بمقدار 275 نقطة اساس في 2024 وده بيوازي ما يقرب من 4 اضعاف ما تقوم الاسواق بتسعيره حاليا وهيمكن الانخفاض المستمر في تضخم البنك الفيدرالي من البدء في سياسة التيسير في اقرب وقت في شهر ميرس اللي جاي مع احتمال خفض اسعار الفيدة بنسبة كبيرة وبيتوقع الخبراء انخفاض سعر الفيدة القياسي على الاموال الفيدرالية الى ما بين 2.5% و 2.75% بحلول نهاية 2024 وبتوقع كمان وصول المعدل النهائي لـ 1.4% بحلول اوائل 2025 وبيستندوا في وجهة نظرهم على توقع انضلاق الاقتصاد الامريكي للرقود بحلول الربع الثاني وفي الساعات الاخيرة بيتوقع المتدولين احتمال بنسبة 95% ان البنك المركزي الامريكي هيسيب اسعار الفيدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر وانه هيبدأ التخفيض في السنة جديدة وازهر تقرير وظيف علامات ضعف بسوء العمل في بعض الجوانب وده بعد ما انخفض متوسط ساعات العمل الاسبوعية لحوالي 34 ساعة وده عددا بيكون مؤشر على تراجع طلبات اصحاب العمل وتراجع بنسبة المشاركة في السوق لـ 62.7% كمان ارتفع معدل بطولة لـ 3.9% وده اعلى مستوى من يناير 2022 اضافة الاقتصاد الامريكي 150 الف وظيفة عن شهر اكتوبر بتوقع الخبراء اضافة 180 الف وتم تعديل القراءة السابقة لتسجل 297 الف بدلا من 336 الف طب الكلام ده معناه ايه وايه تأثيراته على اسعار الفيدة على الدولار الفيدرالي الامريكي في اجتماعاته الدورية بخصوص مصير اسعار الفيدة بيعتمد على مجموعة تقارير وبيانات لها علاقة بسوء العمل وبحجم الوظائف اللي بتتوفر وكمان نسب البطالة وبالتالي اي تغيير في البيانات ده بيكون ليه تأثير على صنوع السياسة النقدية في الولايات المتحدة وبنسبة كبيرة وفقا للتقارير الاخيرة الفيدرالي هيثبت اسعار الفيدة في اخر اجتماعات 2023 لكن لسه مش وضح لحد دلوقتي مصير الفيدة في 2024 انا اشراك وتاشراك وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة